اشتركوا في القناة سعيدة جداً أن يكون مدواجدة معاكم في برنامج مع النجوم الموسم الثالث طبعاً بنستضيف الكثير من النجوم من جميع أنحاء المحافظات واليوم معي لكم مفاجأة معي لكم نجمين من العيار الثقيل نجمين لهم اسمهم في الدراما اليمنية والمسرح أول ضيفة لي بتكون الأستاذة الرائعة المبدعة الفنانة القديرة الأستاذة نجيب عبد الله وضيفية ثانية الأستاذة الفنانة الرائعة نبيلة السمح نطلع فاصل ونرجع لكم اشتركوا في القناة لا زرع الحبيبي فيها سعد المنى يوم السفار إليها الله الله ما أروع وما أجمل صوتش أهلا وسهلا يا سادة نجيبة نورتيني في البرنامج حيا شاء الله كل عام وانتي بخير كل عام وانتي بألف خير نورك ما للدنيا كله يا رغاد وانتي عافى مع عزتك في قلبي كل سنوانت طيب أخي نبيل كل عام والشعب اليمني بألف خير عيدكم مبارك أبنائي أحمد ومحمد كل سنوانتم طيبين أيضا جمهوري الغالي أحب أقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والأمن والأمان والاستقرار للبلد الحبيبة وانتي بألف خير يا سادتي حيا الله الأستاذ نبيل يا حيا بصاحب البتسامة الذي عمري ما قشفته مكشر كش من عيني ومن عيني الحساب ما علينا حياك الله وكل عام وانتي بألف خير وصحة وسلامة يا رب وانتي بألف خير وصحة وسلامة ينعاد علينا وعليكم وعلى أبنائنا وإخواننا وأهلنا في اليمن وكل عام وأبي وأمي وأخواني وزوجتي وأولادي بخير وصحة وسلامة وانتي أيضا أستاذتنا الغالية كل عام وانتي بألف خير الآن أنتم مستعدين قلولي يزعم نحن باختبار مستعدين مستعدين أمعي جوالات كثيرة لا تستعجلوا شريع مع عليك نبدأ جولتنا الأولى جولتنا الأولى هي عبارة عن أسئلة وأول سؤال للأسادة نجيبة من هي نجيبة بس الذي ما يعرفهش الجمهور تعرفي الجمهور عن الحاجات الذي ما هوش عارف بها عنش والله أنا قدني منطورة داخلك الجوجل تكتبي بس نجيبة يطلع لك تاريخ ميلادة على ولادته وبداية الفنية أنا من أبناء تعز الحبيبة نشأت وتربيت وترعرعت في تعز الغالية بداية الفنية أيضا كانت في تعز من أول ابتداء وأن أشارك مع الموسيقى والتمثيل والرسم والنحط والأمور هذه واصلت 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 طبعا معروف أن أنت أستاذة في التمثيل والدراما وكمان فنانة كبيرة في الغناء طيب أين هم أقرب إلى قلبك؟ الغناء أو التمثيل أنا طماعة طبعا أهام الأثنين أحبهم موت بس بحاجة أقرب إلى قلبك الدراما الدراما طيب يا أستاذتي أنت عارفة بالعادة والتقاليد حقنا اليمنين ما واجهتي في بدايتش أيش الذي واجهتي كيف تقبلوا أهلش الناس الذي حولش شوفي هو كان بالنسبة للمشاركات كنت أشارك طبيعي جدا وكان حتى المحافظ كان يستأذلي من الوالد الله يرحمه محافظة تاعزم حسين اليوسفي إذا في معانا فعالية تخص المحافظة لكن كدراما وأنا في ثاني أعدادي لا بدون مشاكل طبعا أسرتي أبي صبري وقامت القيامة وليش وماهو وزوجوها وكل واحد يفتيع علي من ديها بس أنا مدعمة ومستغلة أنه كلهم في البيت شباب أنا الوحيدة بنت يعني الدلوعة الدلوعة بس كان بالتمثيل كان بمعو كلمة إذا في أي حاجة عملته لو سمحتي كده بس لو سمحتي لا توريليش وجهك أدخلها حتى بس داخلت الغرفة يوم من ثلاثة يام مرة واحدة معد عادهاش قلت لها ما تعرفش تضارب انتها يعني كل شوية أغروبي عن وجهي أغروس الكلمة هذه أعطيت شيء تنضربي لا أعرف شيء يضربني ولا أنه يحنق مني ويدعم مني أبي كان ما يضربش أبي كان ما يضربش بس بعدين هدأت الأمور طبعا أنت عارف عادتنا وتقاليدنا ما هو هذا؟ أيوة بس الآن أتغير الوضع زمان كان اللي يدخل في المجال الفني كدراما أو كغناء هذا ناقص وهذا تعرفي الكلام بالرغم أني ضد العادة هذه من زمان ما بش حاجة اسمي ناقص ومش ناقص كلنا هي التسعة تغير الموضوع تماما عن السابق الآن الفنان أصبح له قيمته صح بس لا بد من من تقدين ومن معارضين شوفي أنا أحسد الشعب المصري للأمانة صح حبهم لوطنهم ولعملهم شيء مقدس صح الفنانين عندهم حاجة كبيرة له قيمته له قيمته أيوة يعني الفنان عندهم أتمنى أنه يكون شعبنا نأخذ بس الخصلة أيوة بس يتقبلوا الناس أنه ممثل وممثلة لهم قيمتهم لهم احتراموا لو ما يشتي واحد ينتقد ينتقد انت قاد بناء مش ينتقدك كشخص لا الانتقادات عندنا أصبحت شخص احسد يعني عندما تدخلي على السوشال ميديا أنا نفسي يكون في ناقد ناقد ينتقدني الدور الفلاني كذا لا 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 ينتقد انت نجيبة لحيات الشخصية لشكل لا ما ينتقدنيش فنيا يعني ساعة ولوسو أدب نحن عندنا باليمن نقول عيش متهبشين ساعة المتهبشين كل واحد يدخل يفتي ما الذي يحلل والذي يحرم يعني ما علينا ما علينا بروسا لأستاذ نبينا ما علينا لا انا جالس منتظر لا لا رأيي يأتي دورة من هو نبيل السمح؟ أنا نبيل السمح من أنت؟ أنا نبيل السمح على سنة رب نبيل السمح من موالد تعز ومن مدينة تعز كما قال الأستاذة بدأت من أول ابتدائي بدأت من صفر في المدرسة أقلد أصوات أصوات الممثلين تقلد أصوات؟ صوت ممثل هذا أول مرة أدري أبهاني مرة واحدة قلت وخلاص ومن بعد حرب حتى كان معنا الأستاذة مشريفة مصرية وهو يقول ماذا؟ وآخر تقليد وبعدين بدأت المسرح كان حياتنا كل مسرح حتى طلعنا على الشاشة أعتقد أن شغلك في المسرح كان أكثر ومكثف أكثر زيادة على الجزء ليس إلا زيادة زيادة ما تشتغل غير التمثيل والمسرح؟ أيوة أجيتي أشتغل مدرس 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 أخري 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 أول مرة أعرف أخري مفاجأة عندي مدرس أنا تحولت للتربية أخري أنا أخريت أخري 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 في الشاشة لما ظهرت في التلفزيون أيش المعانا الذي عانيتها من الذي حولكم من المجتمع ما بش واحد مننا تقوله طلعنا كذا والناس تقبلت نعم مستحيل كل شخص مننا دخل مجال الإعلام عانى شوفي بقول لك حاجة احنا اولا كانت تمثيل على زماني وزمان نبيل كان حاجة يعني كبيرة وعيب كبير جدا هذا بالنسبة لعامة الناس أما لك كأسرة كأسرتيني أنا وصل بهم أهل بي بقوله احنا بنتبري منك إذا بتجلس بنتك تدخل في المجال هذا احنا نتبري منك طبعا بيه زي القمر قلهم تبروا مني ما عنديش أي مشكلة تبروا مني طبعا أنا فرحانة ديك الساعة النوم وما كانني برضه وصلت لغربي عن وجهي فبرضه كان نظرة الناس مختلفة حتى كانت تطلع إشاعات نجيبا قتلوها نجيبا هربت من بيتهم هذه من ضمن الأشياء اللي كنا نعاني منه بدت العنصر النسائي صح في اليمن كان حملة وكان وراء كل مسلسل أذكر مرة مسجد من مساجد تعز أبي كان في المسجد وكان معنا مسلسل طبعا الخطيب نسي المواعظ الدينية كله ومسك نجيبا عبد الله ومديح الحيدري من بداية الخطبة إلى نهايته وهو يقرشنا قرش ما هو موجود؟ أبي كان بالخطبة فلت وروح البيت مرض يعني هذه الأشياء بسيطة التي أتذكرها وأعتقد أنت إلى الآن ما زلت تعاني لكن الآن أصبح أخف من السابق طيب أستاذ نبيل أقول لي ما هي المعاناة التي عانيته؟ أنت كرجل نسمع ما هي معاناة الرجل؟ أنا لا أعانيت صح أعانيته من أستاذه أعتقد أنت عاني إلا مستحيل أنه يكون معانا ما هو؟ أعتقد زوجتك لما تخرج بين المعاناة المعاناة المرة كنت معي مهريا ثاني أسبوع وشليت نفسي ومشيت فعاد المرة حامرة وصلحة أو صلحة وفتح الباب ودموعها قدرين كذا وهي حالي طبعا لم أعاني شيء قلسيت يوم أعاني يوم عرس أسبوع عادة نمنا العرس كان معك عمل مرتبط؟ أي مهريا وأروح خلاص ما عاشي أروح ولا عاشي أروح أي مهريا هل تجعلها راضي؟ لا لا من هنا نفضع قلبي وروحي طيب يا سانتي أيش أجر عمل إلى قلبش وتفتخري به إلى الآن؟ درامية أم لا؟ درامية أعمالي درامية كلها كانت رائعة جداً بس بحاجة مميزة على الكل طبعاً أنا اشتغلت السنة الأولى مسلسل أنيا بشر كان شخصية مختلفة تماماً عن نجيب عبد الله كان معي مسلسلين ليالي الجحملية وأنيا بشر ليالي الجحملية المرأة المنكسرة الضعيفة المناظلة المجاهدة أنيا بشر من الإسم تعرفي الشريرة حتى أن الجمهور كرهني عيالي في البيت لا مستحيل والله أكلمك جد ابني في البيت كانوا يقول لي يا ماما لو تطلعي أنت القاتلة فأنا متبري منك في المسلسل والله جد بس السنة هذه سلسلنا رائع أعتقد الجمهور شاف وحكم علينا مسلسل أكثر من رائع جمع بين الدراما والكوميديا أكبر نجوم الدراما اليمنية أعتقد ما نقارب 11 نجم ساهمين في العمل يعني ما تشتيش تصرحي بالعمل الذي هو مميز غير أنياب الشر الآن صرحتي على أساس أنه لا لا مسلسلنا الآن الذي كملنا نعرفه أيوه عيال المرحوم أيوه جدا رائع جدا ممتاز وبشخصية أنا قدمتها مختلفة عن الأعمال السابقة صح أستاذ نبي ها 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 الله تعالى أيش العمل الذي تحسك قريب قلبك وتفتخر فيه يعني العمل الذي هو المخلد عندك بالنسبة للعمل أول عمل يظهر بواحد ويعرفوه الناس فيه مستحيل ينسوه مستحيل ينسوه لا ليس شرط لا ليس شرط كانت أدواري كانت مهرجانات غير التلفزيون فهمي همك الجزء الرابع الذي كنت فيه دور محامي المحامي فازع حق زنبقة هذا المحامي رغم أنه كانت 15 حلقة إلا أنه تميزنا وعرفوه الناس فهذا لكن المسلسل هذا العيالة المرحوم شغل جديد لون مختلف لون مختلف وبتجربة جديدة أكيد ونجوم يعني أشكا مشكل من النجوم بس أقول لك شيء مش شرط أن أول عمل اشتغلت فيه هو الذي ضرب أيوة اشتغلت مسلسل المهر وأول مشاركة لي وكانت مجيزفة من المخرج الرائع عبدالعيز الحرازي أنه يدي لي بطولة تمام والحمد الله كان تمام ولكن بعده مسلسل دحباش وما زال على الجمهور كل ما زال عالق في أدهان الناس إلى الآن شخصية أستاذة نجيبة في مسلسل دحباش حقيقة برغم أنت عارف أني تركت الدراما خمسة عشر سنة عشان أحماد مجالس في دماغهم مسلسل دحباش مسلسل دحباش بوش ضرب كسر صح أنا أذكر أن وقت المغرب المدينة تفرغ وكان تحدث قبل المغرب مضرابة ومقاتل وصدام لماذا؟ استعجلين اشتروح وقرطة دحباش ما شاء الله أستاذ نبيل متزوج كم عندك أطفال؟ لدي خمسة أولاد ندا وأحمد وآية وأيمن وعبد الله ما شاء الله ما شاء الله أحمد عنده ولد اسمه بدر وآية ندا عنده ولد اسمه أدهم يعني أنا جده يعني بدك جده يعني بدك جده أنت سايرنيش أه؟ الذي هو جد ليسايرنيش خلاص أنا ماش سايرك شاير أعز أنتم بدفعة واحدة وظلهم ليسايرني خلاص ماشي 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 الذي هو جد قوي شعبه معلما نشعبه خلاص أنت ستة البنات ستة الحلوات أنا أبدأ جاملين بعض طيب شاء جاملك أنت يلا تفضلي قل لي دائماً لو ما أنت واحد يسألك سؤال محرج أو واحد يقول لك لماذا فعلت كذا لك دائماً تخارج نفسك بالضحكة لماذا لا تكون تدع الكلمة للوسط أنا ألاحظت من خلال أيام التصوير كنت أجي إجابة دبلماسي صح؟ ضحكة ضحكة كرا كرا معهم عليهم عليهم لا 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 ليس كل شخص يسألك تجوابه صح؟ يمكن وجهت نظرك كذا ما رأيك في أيام تصوير الرسل يا للمرحوم ماذا كانت؟ أيام حلوة صراحة فيها دبش وأخذ عطاء إلا أنها كانت أيام حلوة واستمتعنا بوجودكم أيضاً الأستاذة كان أحد النجوم الحاضرين والرائعين في عيال المرحوم صحيح أول عمل نلتقي إنا وأنت أول عمل كنت بنتك لكن صغير صح كانت بنتي والحمد لله ورجعت بنت أستاذ نبيل الأنسي نفس السؤالي أستاذي كيف كانت أجواء التصوير كيف كان العمل مع الكادر المصري والتقام المصري أول مرة صح تشتغلي مع مصري كيف كان العمل معهم كانت في الأردن مع أردنيين وأراقيين طبعاً أيام التصوير كانت أيام جداً رائعة أيام حلوة من أيام البروفات هناك أول مرة أشتغل معهم مثل الأستاذ القدير وأخي الغالي كمال طماح من الناس الرائعين جداً 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 فوق الواحد لا يتخيل يعني بجد فاجعني فاجعني بتصرفاته بأخلاقه برجولته بطيبة قلبه للأمانة أيضاً خالد البحري هذا هذا الطاقة الإيجابية حق المكان أيوة الطاقة الإيجابية حق المكان كانت داخلة اللوكيشن كله أيضاً أول عملي مع خالد البحري اشتغلنا قبل كذا في مسلسلات إذاعية اشتغلنا في فلاشات توعوية لكن كدراما أول مرة نشتغل تلفزيونية طيب من هي كات؟ لحظة لحظة أكمل برضو معنا نبيلا الأنسي أول مرة أشتغل معه ممتاز جداً ورائع جداً بأخلاقه وطيبته وفنان بكل ما تعني الكلمة طبعاً الجمهور شاف أنه اشتغل شخصيتي شخصية خيزران وشخصية كريم طبعاً رجال لا تذكرش خيزران حبيبة القارب يوم معه خيزران خيزران القبر حربت عليك فلت أنتك يوم العرق طبعاً نبيلا فاجأني بأخلاقه الرائعة طبعاً الطاقم كله أيضاً كانت معنا من الوجوه الجديدة في ريال يوسف طيبة جداً ورائعة جداً طبعاً ليس فقط في اللوكيشن أنا عشتني في شقة واحدة جداً ممتازة للأمانة صحيح وأنا حيي كان بنتي طبعاً كان بنتك وكانت شتيانة بلا سنة لا أشتيح عليها لا أشتيح عليها صلي على المدينة لا أشتيح عليها لا أشتيح عليها لا أشتيح عليها لن تصور جنبه لا أشتيح عليها لا أشتيح عليها لا أشتيح عليها لا أشتيح عليها واصلي خلاص طيبة نفسك أوزيتك أدهلك كله لا أحفظك لا أحفظك لا أفعل لا أخصي لا أخصي قل لي منهي أقرب واحدة كانت لأقلبك في العمل على صراحة كلتين كنتم قريبة مع عمّة مع عمّة خلاص يا أستاذة أنا أتوسط بك السؤال الموجّه لمن؟ لكنا لكنا نبعد عنهن كلتين كنتم قريبة لقلبي للأمانة طبعاً منال علاقتي بقوية جداً صديقة مقربة لي جداً أعتقد الآن نحن داخلنا على 12 سنة و نحن مع بعض غيدة جمال أنا وأنتي و هي اشتغلنا قبل كده و كانت بيننا أيام لطيفة جداً و حلوة جداً و ما كنت يطبعي لا أحد يقول لك ما لك ضعب هلان أيوة صح هذه يعني تحسي بي شوفي من ضمن الشلة كله اللي متواجدات أنا ما حاولش أبين زعالي لأي حد الوحيد أنت اللي من خلال نظرة عيوني حتى لو نحن نحش على بعض الناس يا ولا رجال من النسواة يا ولا رجال من النسواة تصدق يا نبيل المشهد يكون حاجة مش سواء بس مقرد ما الفتلي و سموا لك أنني رسلت لي رسالة دي كالساعة لغة الإجارة أصلاً نحش وسط المشهد الناس يصوروا المشهد طبعاً الطاقم المصري فاجأوني جداً على رأسهم طبعاً المخرج الرائع الممتاز جداً اللي أحبه من أعماق قلبي معتز حسام طبعاً أحلى وأطيب قلب أضاف للمسلسل شيء وأضاف لنا كلنا شيء كانت المشكلة في البداية باللهجة باللهجة كانت صعبة كانت صعبة عليهم شوية والعادة والتقالي بس أني تعرفيني أروح إن شاء الله يشلوني جزر القمر أتكلم يمني مستحيل أتكلم مصري لا جزر القمر أتكلم عربي أهدأ على لهجتنا اليمنية تمام أنا قلت الصين لا تفاضل اللهم محرش وأنا هرب طبعاً لما نفهم اللهجة تغير أشياء كثير و طبعاً هو بكتهد جداً و يحب عمله جداً بالنسبة لي كانت الطاقة الإيجابية داخلت اللوكيشن بجد من الطاقم الفني حقيقة من الطاقم الفني كلهم رائعين صلاح الخير والبركة صلاح حسن الخير والبركة بجد الطاقم كله للأمانة كلنا نحن نحن في وسط أهلنا كلهم طيبين كلهم رائعين عشان كده نطلعنا بعمل رائع بتعاوننا كلنا أيضاً الزملاء كلهم للأمانة نبيل يا نبيل أنت جالستها كل من أول بس ما كانوا ما تعتقد جزر من المقابلة ما شيف تتكلم معي جزر على السبب يبقي مع ضيوف كثير أيوة فهمت لا لا شفت الحفق شفت الحفق شفت الحفق ما تروح اللوجة بأكملاء خلاص خلاص واحد طابت نفسك ما تروح اللوجة بأكملاء كل ما نشتيش أسفق ملاء تفضلي قل لي من هو أقرب شخص قريب منك في العمل هذا؟ أرون انثرها للوساط تفكر أيوة أرون ساعرة من 24 ساعة منهم لا أرون أنها ملاء تدعون هؤلاء أملك هذا خيزر جننتك كما بعد تسمعك جننتك تحقن و أنت هيدرة تسمعك المراء يعني القلب ما يهوى ما تشتتك ما تحددون هو دمسانك في يوم العرس أحذر عليك الله يسامحك يا خيزر جالس مع الذب بعد بالنسبة لأقرب أهم كلهم قريبين طبعا خالد البحري أنا عشت بالشقة أنا والأخ كمال والأخ خالد البحري إذا لم تتكلم لن أتكلم لأني داري وين تخرج وين تصير وواصل المعامل من هو أقرب واحد سريع لا تجاملش كمال طماح و بعده خالد هم ثلاثة سكر نباتة هم ثلاثة سكر نباتة أنا بعض أحيان كنتو مرقعش نقيبة أكون نقيب لكي تخرجي معاهم أشحتهم شحتة خرجوني حرام أنا محبوسة بالشقة أنت لما تقولي خيانة يا أستاذة كم مرات تخرجي ما ندري إلا بمكان كذا صح مع سيارة تسرح ونا ونا ونحن معانا ما أحسن منها الصدق؟ أنا معي سيارة؟ أنا نمعي أنا لم يكن أنت مجنون سوق داخلت مصر لقد قررت الشارع كأنه نلاعب في الستيشن دفاع كله والله صدق أنا مدخلك طيب من هو الذي كنت تحسن بينك أنت وما حساسية؟ هم حد لا يوجد هذه أنا أجاب النهابة عنه لا يوجد لحظة لحظة العمل الحمد لله لا كان في أي تحسس بيننا كلنا كان كله محبة إخاء وكل واحد كان سند للثاني توفقنا بطاقة أكثر من رائعة لا يا أستاذة الموضوع لا يوجد تحسس رغاد لا يوجد تحسس يمكن ضغط العمل ضغط العمل هو ضروري أنك تكون أعصابك متوترة لكن الحمد لله لا يوجد مشاكل يمكن أن يقول حصلت مشكلة حتى لو حصلت حتى لو في تتش ما بيني أنا واحد أنا أتحمل علشان يمشي العمل و بعدين أقول له أخي أنا أنت بهذه الجملة كنت قاسي شوية بهذه عملت حاجات كذا فمن أجل نجاح العمل والحمد لله العمل نجح نحن نتغاضينا نحن نتغاضينا لا 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 لكن مدام صالح العمل نحن نتغاضي عن أشياء كثيرة نتغاضي نتغاضي علشان العمل ينجح أنا ممكن أن أركب رأسي و أقول خلاص لماذا عملت هذه مع السلامة و هكذا و فيماس كنت تركب رأسهم لا 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 شوف أنت كفنان لحظة ثواني ثواني أنت كفنان الفنان إيش هو أحاسيس لحظة أحاسيس والتزام شوف العقد أني عن نفسي العقد ما يربطنيش أني الكلمة لما تخرج مني بمليار عقد طالما أني التزمت زي مثلا في بعض الأشخاص في حياتي أنا أكست عليهم تماما منهم؟ أنا مستحيل منهم؟ ما أقولكش على العمل هذا لا لا بشكل عام بشكل عام بشكل عام بشكل عام في أشخاص بحياتي أنا مستحيل أوقف أمامه وأمثل أمامه أو أشتغل معه أنا عرفت الشخص هذا لا يجدعي أني أخذ التجربة أني لا أتكلمش على عملنا الآن بالشكل عام والذي في راس بطحة يحسس عليها يحسس عليها أيضا فيه منتجين أنا مستحيل أعيد التجربة معهم من هم؟ يا الله هذا الحرشة فضول قلوا الحرشة لا إله إلا الله اسمري له بعد الحلقة لا عشان نحش ناو الجمهور هكذا شاوريني مشاوراك شوفي بقولك حاجة أنا من النوع المتسامحة جدا أعتقد أنتم عرفتوني أكيد من النوع اللي أزعل وأرجع بسرعة أفتهم لك ولكن اللي يخبص معي خبص قوي يعني الجهرش أيوة أنا أقدر أردله أردله صاع صاعين بس بأسلوب ولكن بدون أسلوب أو غير أسلوب أقدر أردله وأوقعه فعلا بس بالأخير اللي مسكني إيش ميني نجيبة عبد الله أترفع عن كل شيء بس أوصل لمرحلة إن الشخص هذا أمامي لا يعني شيء أكس خلاص من هو الأكس في حياتك أكس باير ما هو اللي أكست في حياتك أنا لا شو أنا من أن وصل فيني شو شو خليها فرصة وانتقم بأسلوب لا لا لو قلنا نأكس على الناس عشنا معهم لا يوجد إنسان كامل لا صحيح لحظة لحظة بكل جوارح و بكل سلبياته يظل إنسان أصاب أخطأ أنا لو قلت له أنت أكس من حياتي في واحد ثاني يقول نبيل السامح عكس من حياتك لحظة لحظة في هذا العمل أو في هذه الفترة أو في خلال السنة هذه أنت أكس على المس في حياتك لا ولا نأكس شوفي شوفي عملنا هذا حتى لو يا نبيل عملنا هذا عيال المرحوم للأمانة نحن مشينا العمل كله و نحن في محبة و وفاق لكن أنا في العمل الماضي و أنا في الأردن في ناس أني كنت عاملاهم فوق صح سقطوا تماما في السفر تعرفي صديقك و صديقك و صديقك أيوة صح و في ناس زي مثلا الأستاذ القدير فهد القرني أوجه له ألف مليون ترليون تحية وأقول له كل عام وأنت بألف خير أنتوا جميع أفراد عائلتك و أنا أوجه له تحية وأقول له كل عام وهو بخير و بالرغم أني ما قدل تقيتش فيه أو جمعنا أي عمل بس كل عام وأنت بخير يا أستاذ العزيز الفاضر و مني كمان يا أستاذ فهد يا أبو أناس خلني كمّل الله كيف تطع طرق والله و أبو أناس كل عام وأنت بخير يا أبو أناس بس 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 يا حبيب القلب تمام الأستاذ نجيبة تحبك يعني جدا علاق واصل و ستك والله فهد القرني أنا كنت ماطيقوش خالص ولا مستحيل أوقف أمامه وأني هربت من عيال قحطان لأنه فهد القرني موجود أعتدرت ما المسلسل هذا خلاص انتهينا رحت على الجحمل يجيت في هذا القرني أمامي هرب من الموت يا ملاقي له لكن لحظة كرهي كان لفهد لأسباب توجهات سياسية يعني أنا وهو وما زلنا إلى الآن مختلفين سياسيا ولكن كفنان هنا أستاذنا كلنا الأستاذ فهد فهد رائع بأخلاقه رائع بالخزامه رائع بفنه رائع بتعامله فهد في كل ما تعني الكلمة طييلة يا أستاذتي إحنا نوجه لهم برنامجنا برنامج مع النجوم أحلى وأجمل تحية ونكون له كل عام وأنت بخير يا أستاذ فهد عاد الفقرات جايات والتحديات بتبدأ فاصل ونواصل الآن بنجي لفقرات التحدي ياوي لكم تحدي بس حالي وخفيف بسم الله يعني مستعدين أنا عن نفسي ما نش مستعدة لكن قدري من الوسط قدري من الوسط قدري من الوسط سأسمعكم قبلة مقطوعة غنائية موسيقية بدون الكلمات بدون صوت الفنان وانتم تعرفوا ايش الأغنية وتغنوا معه هذا يوه كم يحفظي أغاني كم يحفظ العناخن هنا حرام معه حفظ أغنية اسمعوا معه أغنية حبيبة قلبي تعتبر الأغنية هذه أغنية التي هي أغنية أنت روحي أنت روحي ضروري بالله ما يكتر يعني هو مقطع يلا هي أنت روحي جعل لي سمي لو شازع لك أنت روحي وكيف أسخى وأنا مملوكي لك أمانة هي كيف شاسخى بك أمانة هو أنت اللي وسط قلبي مكانة أمانة كيف شاسخى بك أمانة هو أنت اللي وسط قلبي مكانة أمانة حق الحب أمانة أمانة شكرا جزيلا أمانة نقطة فازت عليك بنقطة لا 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 تخليش عند الله وعندك لا 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 أنت خليك الحاجة الثانية نبدأ قلبك يلا نسمع الموسيقى الثانية أنت مهتفوز عليك أنت بركت ما كنتني حافظ مدري حافظ حافظ برآين الله يبك الآن نسمع الموسيقى وتعرف لي أيش الأغني يلا لا لا كيفكم يا حبايب كيفكم يا حبايب كيفكم يا حبايب عن الحال روحتي والعالم الله بعدكم كيف الأحوال والليالي الصعيبة عالم فارق صعيبة ساهر الليل عيني عيني ما توطد لها سباب طمنونا عن الحال الله 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 لا يا فازت عليك كوي عليك قل لي أشهم يغني لنا صحة لا 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 هناك أغنية أنت تحبي هذا أغنية لي تغني يا نظر عيوني لا أحفظ أي أغنية أنت أحافظ لا أحافظ لا تطلعوا السماء وتنزلوا الأرض لا أحافظ لا أحافظ لا أحافظ لا أحافظ أنشزني الجهازة لا أحافظ أغني يا نظر عيوني يجعل لك عدم تعدم يجعل لك عدم تعدم حبيبة القلبي تغني لي الغنية التي كانت تغنيها لواصل في أيام التصدير لو لم تكن ضابعة اليوم يوم فرح 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 هي حالية يا نظر عيوني ألا ياري مصنع يا نظر عيوني وهي يا نظر عيوني ألا دمعي جراح من فرقتك جيفوني من فرقتك جيفوني جيفوني ألاوي زادي هج راك يا راش شجوني يا نظر عيوني طبعا الأغنية للفنان اليمن الأول الأستاذ القدير والفنان الرائع أستاذ فؤاد الكبسي أقول لك كل سنة وكل عام وكل يوم وأنت بألف ألف ألف خير أنت وجميع أسرتك وأهلك الأغنية هذه يا نظر عيوني مهدلة الغالي يا رغد أيضا لابني الغالي البش مهندس أحمد والله ما هي لك شكرا شكرا لماذا تعجبني هذه الأغنية بشكل طبيعي أنت عارفة أحمد ابني صغير لماذا هديته قال أنا أخوه يتحسس لكن كانت تنزل الأشرطة كاملة يصنع بيوت يخرط الشريط للأرض الثواني إلا شريط فؤاد وقسم بالله ما أكتب عليك يقول ماما يلا لعنوني كان أبو ما يصدقني لما حكي له لما شاهده برايم اجدرنا هذا عقوة يحب الأغنية طيب سادة نجيبة أيش أفضل الألوان التي تحبيها في الغناء بالنسبة لك اللون الغناء لحظة عفونا سادة نجيبة نوجهها سألك أيش الشيء المفضل لك في الألوان الغنائية التربية تربية أيش غني يلا يلا أطربنا أطربنا لماذا؟ لأنني غني 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 أعطي صوتك أعطي لنها شاعر أي حجم لا يزال أعطي ألف ريال كيف أعمل؟ أعطي ألم هل تعزي حسنا أنت التربية أيش؟ أيش من غنية كنت لتسمعها؟ أيش التربية أنا طبعا لا أسمع لكن أعجب بالأغاني الحلوات أغاني الأستاذة التي كانت تغنيها لا أحفظ لو أحفظ من تيه و تيه ولا خرجت منك بحاجة الأستاذة الآن أحول المجال الذي عنده يحول هو يحول أنا شغالة هنا محول اللون اليمني بشكل عام هو أفضل الألوان نفس نص الأغاني الخليجية يمنية أيها يمنية حقنا ملكنا و يغنيها فلان من الناس و زعطان من الناس و من شجاري من و من الفنانات و ينسب عاده إلى كلمات مدريمن و ألحان مدريمن حقنا يعني أساس الفن هو الفن اليمني بدأت الأغنية الصنعانية الأغنية الصنعانية الطويلة المطولة هذا اللون طبعا أتميز فيها الأستاذ فؤاد الكبسي بشكل رهيب برضو معنا الأغاني التعزية بسوط الأستاذ أيوب أوجه له تحية و أقول له كل عام و أنت بقى الفخير أستاذ عبدالباسط أقول له كل عام و أنت بقى الفخير هؤلاء الاثنين و غيرهم كثير من أبناء التعز رفعوا الأغنية أيضا الأغنية اللحجية لا تدخلين مشاكل مع خلق الله الأغنية اللحجية أنا قلت لست أيش أجل أيش اللون اللحجي و الحضرمي أيش اللون مفضل الذي هو قريب أحب الأغاني الشعبية أنا أتميز بالأغنية الشعبية وأعشق اللون الشعبي بس إذا أشتي أجلس مع نفسي و أسمع طرب أفتح لهم صنعاني نفسي تماما أنا زي بالضبط حسيني بس صدقي له طيب أستاذ النبي من هو الممثل المفضل لك سواء كان يمني عربي عالمي لا تهرب من الإجابة علي ربيع علي ربيع عسل صح الحمد المرغني يا سلام طيب أستاذ نجيب نفس السؤال لا تسأليني ما يختموا نحن بمدرسات تسأليني نفس الأسئلة شاهدت كيف ذري أعرف من الناس وإذا طلعته أنا قطلك ما أحد يعجبني دخلني بمشاكل مع الناس لا عالميا ولا عربيا لا عالميا ولا عربيا لحظة لحظة أنت ونقلت قبل لذلك أنا أحسن فنان عندي ممثل يوقع هدك ربي كيف يوقع هدك ربي أه أنا بكر لا تعني لهذا الدرجة لا أنت مكتنعا بأي ممثل لا 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 أنت سؤال تحهيد أيها ضروري ضروري أنا بني الفنان هنا بالفيلم هذا طبعا أفضل فنان عربي قد وعد الإمام يعني لا يوجد مقارنة ما بينه بين الفنانين نحن تربينا على ممثلين شقهم من صغرنا طبعا يمكننا اليمنيين يشوفوا الدراما المصرية أكثر من المصريين أكيد لا تفوتنا فائتة فكل النجوم الكبيرة أني أعشقهم صراحة اللي طالعين الفترة الأخيرة هذه ما كونش كذابا لأنني ما شوفش التلفزيون خالص علي ربي أيو يمكن بكرة طيّر يمكن أفكر ممكن ممكن أفكر يلا تفضلي أكبر أكبر حاجة خوفاكم في الحياة في الوقت الحالي أيش الحاجة اللي بتخافوه منها الآن أنا عن نفسي ما عدا أخافش من حاجة بعد الدمار الشامل اللي حصل لليمن ما عدا فيش حاجة تخوفني يعني حرب عالمية ثالثة حيابة والله حيابة بعد ما اتدمرت بلادنا اهداء بعد ما اتدمرت بلادنا يعني العدوان دقي تماما أنا كنت خايفة على اليمن هذي زي الدر المكنونة لكن بعد ما اتدمرت ما عدا باقي ما عدا باقي حاجة صح أو لا ما حاجة تخافي عليها يعني عيش على عيش تخافي ما معيك حاجة هو شوية غاز يعملوا كذا و سكبوا ما عدا باقي حاجة نموت ليش ما نموت باليوم ألف مرة ما نقل لك نموت اللي عايشين باليمن لأنت تسميهم أحياء لا موميا خلاص طيب اي بس أنا اوضح لك أنا معيك ما عدا فيش حاجة نخاف عليها بعد ما اتدمرت بلادي ما فيش حاجة نخاف عليها ينزل العالم ملح ها طيب ساذ النبي مساءات توجهها للجيل الصاعد ها نحن نبدأ الجيل الصاعد لا مانا خلاص هل سأله يا جيل صاعد ما يقول ين عمال مساءات توجهها للجيل الصاعد كلام توجهت تنصحهم في تقول لهم إيش يفعلوا في المستقبل نغم من أن تقول شفت هذا العقل البطن يقول لي المستقبل نحن نرى كما قال الأستاذة نعيش باستقبل أن نحن كيمنيين لا يوجد شيء إلى المجهول عندما أنصح القيل الصاعد أنصحه فقط أنتبه على نفسك ربي نفسك ثقف نفسك علم نفسك درس نفسك وانتبه على نفسك شكرا ما أقول له؟ أستاذة نجيبا ما أقوى موقف ضريف حصل لشريحاتي وجالس في دماغي شيء مضحك لا أستطيع لا أستطيع لماذا؟ لماذا قلتني خارج؟ لماذا قلت لك يا حرش أنا مد الله ليس هذا الموقف غيره ليس هذا الموقف غير ليس هذا الموقف غير يوم النثرة أول واحد قابلنيه وقصدت الزهر العظيم هدري لا 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 أستطيع الحق ليس هذا الموقف غيره ليس لهذا الموقف غيره الذي بعده؟ شوف لك شيء ثاني شوف لك موضوع ثاني رغد الفاصل إعلاني واني الواصل يوم النثر العالم لله وقالة ما حد أريد إينا أنا أتعلم أنت بس سؤال ثاني أنت ما رأيك بالممثلين الذين عملت معهم هذه السنة سواء من زملائنا الذين كانوا في السابق و عملنا مع بعض أو من الزملاء الجدد أشتغلت معهم كامل وأكثر من عمل الحمد لله والله الوحيد الذي أول مرة نلتقي مع بعض الأستاذ نبيل الأنسي والأستاذ نبيل السامر و كما؟ كما قد عملت تناوية كنت ضيفة شرف في السهر صابر و في غربة البن و ليس أول مرة الأستاذ نبيل الأنسي يعرف معرفة في المهرجات والفعاليات التي كنا نعملها في الحديدة و في صنعاء لكن تلفزيوني من أول عمل نجتمع مع بعض ثاني عمل نعمل ضيف شرف في دار ما دار نبيل الأنسي صح بس أني لا ألتقيت فيه سلمت عليه لأنك عملت معي فيه أول مرة أشتغل معك لأنك عملت معي فيه أول مرة أشتغل معك فعاليات كانت للعيد و كذا لسا نبيل أول مرة بس أطيب و أروع القلب يكفرني لو ما أشوفك يجبس ما بتسمع واصل والله العبي نبيل السام على فكرة عشنا تسعة شهور داخلت الأردن أسرة واحدة طبعا عرفت عن قرب في الأردن هو عامر و نوفل لهم ألف تحية لاثنين كل عام أما الأستاذة نجيبة قدلت قينا ناويها في أكثر من عمل بتكون الأم والأخت والصديقة والمطبطب والمربية والأستاذة التي تعدل عليك إذا شافت فيه حاجة غلط أو حاجة وتنسحك وتكلمك و لا تسكت على الباطل حقيقة أن أجمل قلب والأمة الأمة والصحبات التقالي تأتيك في المكان لا أريد أن تضع بها الله لا أورحك صحيح صحيح هذه كانت عبارة عن الكنترول لكن خمس دقائق كانت حق المسلسل هي الكنترول لكن خمس دقائق ما تشاهد التقشير والطبخ إذا جاء واحد خلال الفترة هذه عادي لكن ما بعد الفترة هذه لا لا مشكلة والله لا شوف مثلا أني ممكن أجمع لك أوكي يعني ممكن أتغذى عنك المرة الأولى المرة الثانية الثالثة نوصل لعشرة وانت مكانك نفس المرفيس تمام أيوة دخلي معك للعمر لعمل قادم بعد كده لو انفقرت وفوقك طوفان تعرف ما معنى طوفان بس قبل خمس دقائق لا أدري كيف راضيك وقهر وابكي ليش زعلتك افتهم لك في المسلسل أكثر حاجة كانت توقعني إيش إنه في أشياء أتغاضي عني ومقدرش يعني أطبطب على هذا وطبطب على هذا وطبطب على هذا ومشي وفي الأخير يقول لي كثير الله خيرك لا يطلطب على هذا شكرا لي ومن هنا نقول لك يا سيد نجيبة شكرا 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 أخير مرة أخبرتك لفن تشوفيني واني بكي أيوة أنت كنت معي أو لا أيوة لما مترجع شفيش أنت حاولتي على طول دمعتني دموع دموع نزلت تحت معي مشهد مفروضة بكي بالمشهد قلت لست دمعتز كملا من فوق ما عفيش ولا دمع نزلت صح أنا درابها والله إني درابها ما يقول لها مالش إيش دعا مالش لا يقول لكش أني هي صح أني لس هذا إلا هاقمتها وكبرها وكلها لا قوية قوية ودبعها بس طفلة في خمس دقائق بالفعل والله مالش تقول والحاجة بحكي لك بعد ودبسرين عدوين طيب حلقتنا ما كملتش والله عاد معانا حاجات عاد البرس اللي نزل ريه نفسي عرف إيش قصة البرس تابا بعد الفاصل عبد الدراج بعد الفاصل نرجع لكم بعد الفاصل رجعنا لكم بعد الفاصل وعن نسألكم هكذا سؤال على الطاير ما هي أغرب إشاعات سمعتها على أنفسكم كل واحد يديلي أغرب شيء أنا سمعته أغرب شائعة من نجداري من فان خمعوها وكيف خمعوها وكيف ركبوها طبعا إبراهيم زوجي الله يرحمه الله يرحمه عايش معانا في البيت فقاء تعب نقلونا على المستشفى جلس ثلاثيام في العناية المركزة قرروا له اسمه قسطرة فقلت لعمتي يكون القسطرة عندكم في تعز إنه هناك المستشفى حقبة هاي الرائع قالت تمام نزل من عندنا الجمعة أحمد ابني لحقه الاثنين أحمد عنده حاسة يا ماما بابا بيموت بأشيئة كثيرة قلت له خلاص نزل وأخوه كان يختبر قلت ما يعنوش الاثنين ضيعوا الاختبارات فجأة يوم الخميس يتصل يصيح يبكي ويولويل بابا مات تحركنا على تعز قلت لسنا ثلاثيام يوم رابع قلت لهم خلاص أنا بطلع أوجي لبيتي لأن الناس كلهم منتظر لي أثناء ما أنا موجلة أسمع لك نجيبها مطلقة طيب نجيبها مطلقة كيف يعني مطلقة مين الأهل ومن الناس يعني زي السم هكذا انتشر في يوم وليلة مين اللي عملت دعاية هذه المطلقة طيب ما كان يعمل عندنا بالبيت ما نجداري وقعد وخارج من عندنا ما نجداري ونقاش يعني حصل وما زال بعض الأشخاص إلى الآن أصلاً هي مطلقة طيب إذاني مطلقة يعني من خايفة شرعه أرحم الراحمين وليش بكذب أصلاً وما زالت الشائعة هذه إلى الآن أستاذ النبي الله يرحمك إبراهيم الله يرحمه إبراهيم أغرب شيء أنا طبعاً محبوب لدى العالم يا لطيف الطف يا الله أي يزيد من هذا العالم كل واحد يتكلم عن نفسه رجاء أنا لا أحبك يا أخي أنا جزء من العالم أنا قلت أنا قلت أنا قلت أنا قلت محبوب لدى العالم يا ناس ونشتاكي هذه غنية تمام أنا عن نفسي لا أسمع أسمع عن ناس كل واحد فلان يا أخي عظم الله أجراك بمن؟ قالوا فلان فنان صلاح أنا أكثر شخص مؤتون أنا أكثر شخص مؤتون لا صلاح ما شاء الله لا توفى عشر يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي الرجال عادوا موجود و أكمل يصور هذه الأغرب الأشياء أما نفسي أنا لا أسمع عن نفسي الحمد لله طيب أشكرا جزيلا قبل أن تختمي أستأذنك بس ثواني أوجه تحية كبيرة للمنتج الرائع خالد المرولة أقول له كل عام وأنت أبقى الفخير كانت تجربة جميلة جدا معك كنت إنسان رائع معنا كلنا وفي معنا كلنا أيضا تحية خاصة من القلب إلى القلب الأخي والأستاذ فهد المنيفي وجودك كان معنا بلسم على الجراح سبر لنا كل شيء وأنت موجود حتى المسلسل كان أكثر من رائع بوجودك أيضا زيارة الأستاذ القدير مختار الرحبي أيضا كان لوقع خاص علينا كلنا أنتم الثلاثة أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير إن عاد عليكم بالخير والصحة والعافية يا رب وأنا كذلك أقول تحية من هنا إرحيي الأستاذ خالد والأستاذ فهد والأستاذ مختار ونقول لكم شكرا لكم وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وتحية للمخرج الرائع الذي كان معنا صديق وصاحب نعم الأستاذ معتز والأستاذ خالد والأستاذ كلهم ألعاف منكم وننسي كثير منهم لا تهرب أنا لا أقدم ما تختم أنا أسألك أي شيء أكثر مجنونة فعلتها في حياتك و تجاوب ليس كل مرة تجلس تهربون السؤالي مثلي لي حاجة مجنونة حاجة مجنونة حاجة ما يعمل للمجانين أبوه خيرت أبوه خيرت أتزوجت على مرتك أترف لا تحريجي ناشناء أنا ما تبسقه وتقسقه لا تبسقنا ولا شيء تقسقنا ولا شيء داري أنت حبيبة قلبي الصغير لا يحتمل يعني ما أنتش متزوج الله هل بستعام ما تعمل لك مصيبة على أي وجهين كان أنا أشتي أخروج منك أشتيك تتكلم أشتيك تدي لي حاجات غريبة إذا ما تشش تدي لي عادي أشف عليك مشاكل الله فرد ذرمتي طيب قل لي ما الحاجة الغريبة التي فعلتها في حياتك ما أغرب شيء هذا السؤال هو الأول أنا أشتيت تدي لي أعجبت عليه أول نجيبة أنا لا يوجد حاجات غريبة في حياتي دابون غرائب أنا أمشي أنا أمشي وأعطس هذا حاجة غريبة أدخل المطعام لاحظة لاحظة لحظة لحظة لاحظة أجتت تفهمي أنب من طفولتك التي تحصلت الأوقع ليت أنتي فعلتها 냐 أنت قصد بك مشاكل أي شيء حصلت بحياتك حياة غريبة ما تخارب بأسلوب أنا إنسان مسالم في الحياة طيب لا تكون تطارب و أنت جاهل لا فتشت رأس جاهل إلا هذا في ثالث إعدادي كان معنا رئيس الفصل كان طويل و قصير قليلا كان طويل و عفت قليلا وبعد ذلك كان دائما يحانبنا و كان بهذا يدقنا بالرأس دائما وأنا يعني إنسان مسالم يعني كنت تضرب و أسلم لا لا حق دراسة يا ولدي عقل يا ولدي عقل كثر به شمرت عن يدتي أخرج تيت 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 لو أنت رجال تيت 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 خلاص فرعوا بيننا و صار صاحبي و كان يدلي السندويت و لكني شربني يعني طول هاتف بطا لا يوجد لا يوجد لو لم تقلب أنا أصلاً لا يوجد قلب تعالوا تعالوا و خارجوا اتجمعوا أصحابي و اتجمعوا وداء و بعدها خلاص من هناك صار سيدة أنا كنت نقيب و أنا نقيب يعني أنت كنت تفعل لي لا كنت أصحابي كلهم عياني ألعب مع عيال الحارة السيكل مع العيال كرة القدم وأصحابي مع العيال و ضارب و أعمل كل شيء لم أقلت مرة لما تسوي يعني الآن جالس جنبنا لأستاذ نجيب عبدالله نجيب عبدالله نجيب عبدالله أخو نجيب عبدالله ما شاء الله أسعدتوني و شرفتوني بحضركم في الحلقة وأنا نختم بصوتها لسالة نجيب وأنا نختم بأغنية بصوتها تكون نختام الحلقة يا سلام أحسن حي أستودعكم الله أشقكم مهوري الكريم ولنلقاء في حلقة قادمة قل لي ما انمالي عنا واختفى واحتجاب واختفى واحتجاب ما جرى ما جانينا ليش هذا الغضاب غبتي يا بدر عنا دون ما به سباب شانزعك من فؤادي وحرماك من ويدادي ولغيرك أنادي واستر شكرا 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 اشتركوا في القناة